رحب حزب حمات وطم بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الثاني اليوم بأن المرشح الرئاسي وجه بتخفيض الدعاية الانتخابية في ظل ما تشهده البلاد من غروف الاستثنائية وأكد الحزب استجابته لدعوة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بتوجيه التبرعات التي كان من المقرر تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها حياة كريمة لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة ودعما لفلسطين كما أكد حزب حمات الوطن أنه كان في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية منذ البداية وشارك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي في توجيه قوافل المساعدات الانسانية لأهالي فلسطين وأشهد الحزب بما تم إعلانه خلال مؤتمر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بشأن تجميع جميع مطالب الجهات والهيئات والنقابات المختلفة وغيرها في وثيقة لتسليمها للمرشح الرئاسي كما عبر الحزب عن تقديره لجهود الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي بعد تنظيم لقاءة متعددة بعدد كبير من الجهات المختلفة التي وصلت إلى نحو 75 لقاء بينهم ثلاث زيارات خارجية ترجمة نانسي قنقر